السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من لعبة رانش سوميليتر أو محاكي المزارع في الحلقة الأخيرة يا جماعة الخير بينينا الشيء هذا اللي يوفر لنا مويا في كل الأحواض اللي تكون قريبة منه في المدى حقه ثانيا بينينا السايلو هذا أو مكان تخزين الأكل لكن تدرون شو المشكلة؟ إنه ما عندنا لأربعة ثلاثين ريال أربعة ثلاثين ريال هذي ما تعبين لنا هذا الشيء لأننا نعبين ميتين ولو تلاحظون عندنا خنزير هنا في طور النمو يعني ما زال حجم يعني يبغاله ممكن يومين يومين ثلاث كذا ويصير بالحجم اللي نقدر نذبح فيه يعني عشان نبيع اللحم ثانيا عندنا دجاجتين هنا مزرعتنا جدا متواضعة ما في أشياء مرة كثير آه شوف الدجاجة وين شردت؟ شوف 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 مش ردون؟ تعالي هنا هذي قطعة خشب والله لو تلمسينها تنقطعين أحسن لك أرجع هنا فمزرعتنا جدا متواضعة ما في أشياء كثير لكن هدفنا أننا نصير بطرانين ونشتري خيل لأن في خيول في اللعبة ومزاد ومدري إيش بس سعارة من ثلاثة ألاف أربعة ألاف وفوق وحنا عندنا مرة ثانية أربعة ثلاثين ففي حلقة اليوم إن شاء الله بيكون في تطور مرة كبير أولا ودي أنهي السياج هذا نقطع خشب بعدين أوكي خلونا نبدأ وهذه أول دفعة خشب أجماعة وقطعناها لا تطيح لي طاحوا ذولي كانوا معلقين قبل شوي يقلع أم الكذب الزبدة معليني بأنه نروح نقطع الحين إن شاء الله يكفي إن شاء الله يكفي وخلصنا هذولي بسم الله خلونا نحاول نجمعهم هنا طبعا حنا نقدر نشيل كل مرة ثمانية أخشاب فنجمع المجموعات كاملة عشان نشوف كم يبقى معنا في الأخير أوكي آآ أنا ما أدري طيب خلونا نروح نعبي ما نعبي نبني باقي آخر واحدة ويبقى معنا فائض من الخشب حلو أهم شي فتكينا من التصميم هذا ومدري إش رايكم فيه هلو حلو ولا لا آآ تأليقاتكم كانت كويسة في الفيديو الإخير أطيتوني نصايح مرة كثير لكن قلولي إش رايكم في الشي الجميل هذا أحس موقع كويس آآ تقريبا يعني مو مرة كويس بس إن تقريبا لا بأس فيه المهم خلونا نرمي هذا هنا ونحاول أننا الحين نجمع لنا فلوس بأي طريقة ممكنة والطرق الموجودة في اللعبة دي يعني ما عندك الصيد وبيع الخنازير وتسوي خلطات للمطاعم وتبيعها وهذه الطرق المتوفرة خلونا نشوف أخينا كيف صار حجمة لا لا باقي 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 تاك تاك أقول تاك الشباب ذولي عندكم بيض ما عندكم بيض للأسف آآ تدرونش المشكلة أن الخنزير جوه ما عنده أكل فحنا يعني حاليا قاعدين نحبسه بدون أكل بس موية فعشان كذا لازم نروح نصيد جمعنا 200 عشان نعبي الخزان هذا يصير يغذي كل أحواظ الطعام وحط في بالكم أن ترى للحين ما عندنا بيت للحين حنا مشردين أوه وين رايح هنا نرقد في الخيمة اللي برا بس ما نحتاج بيت حاليا من الصراحة يعني نبغى نوفره هو صحفه ما يكلف فلوس لكن يكلف خشب وحديد أكيد الحديد بيكلف يعني فتواقع ما راح نبني بيوت ولا شيء ذي إلا إذا احتجنا أوكي يا جماعة أول صيد لقينا أول صيد عب عب آي يا عاد وشفت واحده هناك ثاني بعد ايه تعال تعال جهتي تعال تعال خلى الأيم يصير بالملي ما خرطك والله أستغفر الله طال قاعد فيك أوه أنا قلنا عبي الحين حامد الله في واحد ثاني هناك شفته بسم دري ونخته ها ايه تعالي تعالي تعال 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 هنا ايه خلك خلك خل أيو خلك حبيبي والله ومشكل إن السيارة صارت فل تقريبا آآ ما عاد عندنا مكان لل اللحم تشاهوا كيف لازم نعفسهم فوق بعض يناس قالوا لي أقدر فوق السكف هل أقدر صدك؟ ما أتوقع أني أقدر هه؟ هه؟ والله أقدر؟ لازم نقلي حلو والله أيو والله ما أتوقع أني بيطيح لازم نقلي والسلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير حياكم والله جميعا في يوم جديد جمعنا لحم أمس كثير الهدف الحين إنا نروح للمطعم نفس كل عاد نشوف هل بيشترون بسعر أفضل أو إذا ياغ شغل السيارة أو إذا مثلا يبغوون مثلا سجق ولا يبغوون مدري إيش شوف الخشب باقي معلق من أربع أيام مدركة هلا 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 والله هلا صبر 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 الحقه الحمد لله بسم الله صباح الخير يا شباب تكفون تبول ويلد ما يبون ويلد ميت طبعا ما يبون طيب خلوني شوف كم بيجيب لنا اللحم اللي معنا 255 هذاك يتعبم 200 أوكي توقع يمدينا نعبيه بس كنا نتمنى عندنا الموارد أننا نسوي الأشياء هذه لأننا نبيعها بسعر أفضل لكن حاليا نطفرين فنضطر نبيع اللحم اللي معنا وتوقعنا أننا نقدر روح نعبي الأكل الحين نروح الخنزير حقه المفروض صار أكبر والله ما أدري ما عنده أكل له ثلاثة يام فإن شاء الله أنه باقي حي أصلا طب شوفوا الحين ندخل هنا نعبي هذا بميتين أيوة أوكي حسب الله العدو راحت فلوسنا كامرة جعلنا 89 ريال أوكي نوفره في جوبنا إن شاء الله تشوفونا هذا بعدين لا هذا ما أنا هو نعبينا هو نعبي اللي جوه تكف أنك باقي حي أوكي زعلان بس إن حي هم شي آآ هذا نقل ضغطين إي المفروض أني يعبي آآ آآ ورع لي ما يعبي ذا أنت يا الحبيب أوه باقي كيف شبعان أنت وأنت ما أكل شي من أمس هذا لي ما يعبي عبينا ذاك خلونا نتأكد من المدى حقه تشوفو المدى المفروض أني داخل إي كفي آخي طيب لي ما يعبي توقع الله العالم ينرب عنه في قليتش صاير ما أدري هذا عبينا مية بالمية آآ عشان عبيهم كلهم مضغط من هنا عبناهم كلهم صح خلونا نشيل ذا الأخضر آخرين خلاص دراينا الحين مفروض أني متعبوا شوف هذا تعب حلو فيه فيه عشرة من واحد وشرين أوكي ليش عشرة مفروض أنوا أوكي ما علينا هذا فيه برضو عشرة من واحد وشرين أنت يا أخوي ترى عندك أكل الحين ها نبغاك تصير دب أدبب شيف العالم عشان بعدين في عندنا مهمة حلوي سوينا الشيء اللي كنا شيء اللي نهمة والحمد لله فتكينا منه آآ الدجاج والله أنكم ما منكم فائدة دامكم ما تبيضون لنا أوكي فيه بيضة هنا بس أن يعني هات هات لو سمحت أوكي بس واحدة أوكي بس واحدة يعني جايبين لكم كل نواع الأكل هنا وبايضين مرة واحدة بس ها صارت فلوس قسم بالله خلونا نشوف وش الأشياء اللي ممكن نبنيها برضو هنا فونديشن ما فونديشن ما ما نبغى هنا البيوت حلنا هدفنا في البيت أنه يكون آآ فيه الموارد حقه والله شوف كم يبغى 365 فيه الموارد حقه الطبخ بعدين اللي هي تحول لنا إلى سجق وتحول لنا إلى كرات اللحم ما أدريش ولا شيء هذي فأفضل بيت من هذولي كلهم أتوقع عن هذا شوف هذا يقول لك كل ما يحلم فيه الرانشر اللي هو المزارع بس لحظة لا يكون هذا بيتنا الأول اذكرون خلونا نشوف شكله لا والله هذا بيت كبير بال يا رجل بش رايكم نخليه هنا مثلا يطل على المزرعة حقتنا بش رايك كذا يطل هنا والله مكان حلو خلونا نشيل الشجرة أولا ننظف طيب يا ربع نظفنا المنطقة تقريبا باقي هذي يصبروا خلونا هذا ونقطع الخشب كل الخشب اللي نظفنا قطعته هنا عشان استعدادا للبناء الآن خلونا نختار أكبر بيت موجود اللي هو هذا شوفون كيف بنحطه مثلا تجريبيا عشان نشوف يعني كيف بيطلع الشكل شرايكم هل هنا مكان كويس يكون مطل على الحديقة حقتنا لأننا في الأخيثر بنحوط كل المنطقة هذي بالشبك ونسوي طريق لنا فأحس أنه أفضل خيار صراحة في المكان هذا شوفوا حتى عندنا هنا وش لا أوه نقدر نصبغ البيت باللون لنبي لسقاو طبعا يبغالنا 64 خشب خلاص أنت اشتبي الخشب إن شاء الله أنه يكون سهل أوه لازم أنه يحطه واحدة واحدة يا أخي مداكم انتم تفغطون يا أخي يسفكونا والله البناء صعب يا جماعة ياخذ وقت مرة طويل صراحة وتونا في الخشب يعني بعد ما نخلص الخشب نروح نشتري حديد هو عندنا حديد باقي من آخر مرة بس يعني كم باقي لنا الحين باقي لنا يا طويلين العمر لو نطالع في البيت باقي لنا ستة أو خمسة خشاب معنا واحدة هنا وهناك أتوقع معنا مجموعة إن شاء الله أني يكفي إن شاء الله أيوة بيكفي بيكفي يا ربع الحمد الله الحين معنا أربع خشاب ويقول باقي أربع خشاب هذا الشيء المفروض أنه خشب صح يب وش بعد خشب اللي فوق هناك كيف نطلع لذا شباب باقي خشب واحدة بس ندري وين ها الأرض أه الله إني مدري شباب أو الدرج اللي هنا حلو الخشب خلصنا باقي لنا صبة 365 الصبة جدا مكلفة ما عندنا لخمسين الصبة بس خلونا نشيل الحديد الحين نروح نبنيه طي الحين الحديد كم تابون يا شباب أوه يابون ميرو أوكي الحديد يكفي حلو 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 يبقى لنا صبة بس والصبة قطها ألا باقي لنا كم 300 و 15 الحديد خلصنا حلو باقي الصبة فقط والله يا عيال والله يا أنه صار دب بس باقي 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 أكيد بيصير أكبر من كذا خلونا نرقد الحين والصباح رباح السلام عليكم أسعد الله صباحكم طبعا بيتنا اكتشفت أنه مائل بس مو مشكلة كذا المزارع ما عندك شي بالملي أوكي تصريف هذه يا شباب بس يعني أهم شن عندنا بيت المهمة اليوم أننا نجيب صبة بس ما عندنا فلوس فشكلنا بنذبح الخنزير ونجيب فيه صبة وبرضو نشتري الأدوات الثانية اللازمة اللي تخلينا أو نروح نذبح ذولي والله ما أدري يا شباب تدرون المطعم يبون أغ وعندنا حنا وكم الضرب البيع حقهم 1.7 مرة كويس السعر فخلونا نروح نجيب البيض حقا ونبيعه برضو نبيع اللحم ذا لقيت الغزاء الحرفيا هنا تاكي جنب المطعم ما علي الشباب بس بناخذ هذا ما جبتم شي جديد كم يجيب لنا ذا نقول 178 والله شوف بيع يا رجال بيع هل معنا فلوس كافية إننا نشتري صبة نروح نكتشف السلام عليكم يا شباب قهر يليت في موظف يعني في كل المحلات طيب نشوف الصبة عندنا الخمسين كيلو بمئتين وخمسين بال الله غالي كم معنا وين فلوسي أنا مئتين وسبعة ستين مديني يشتري كيس واحد بس ما يفيدني في شي وعدنا إليكم بعد ما طولنا وحنا نجمع ونذبح ونجيب صبة ونجيب فلوس ونجيب مدري إيش لكن الأهم من هذا كله إننا خلصنا من بناء البيت الجميل والحلو برضو إن باقي معنا مئتين دولار أو مئتين ريال خلونا نقول والحلو برضو شوفوا شوفوا أمدانا نجيب خنزير جديد شوفون جبنا خنزير ثاني صغير اليوم جيت أشتري مكتوب في ميل فشريت في ميل أنا قبل ما أتذكر وش هذا؟ هل هذا ميل أو في ميل ما أنا متأكد صراحة هل هو ذكر أو أنثى ما أدري شوف كيف الحجب ايش فيه قاعد يطير ذا وهذه الأنثى هذا الذكر عموما هل ينجبون ما أدري لأن فيها أصلا هنا تعليمات هنا نجي نقول بيك أوكي يقولون نعم قرأت هنا يقول أن الأنثى هاي هاي ورايح تحمل وبعدين تلت فالمفروض أن الوضع يكون أحسن هنا كيف الأكل هنا ستة هنا أوه عب 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 خلونا نروح نعبي من الأجهزة حقيتنا اللي برا لأن تعرفون يعني الحين صار عندنا حيوانات نهتم فيهم صراحة عبينا الموية وعبينا الخزانات أو الأكل كامل خلونا ندخل نستكشف البيت مع بعض لأني جدا متحمس له وأتوقع أن يمدينا نشتري أغراض المهمات حق أوه يو البيت دايم بيت كلاسيك حق مزارع بحت لكن اللي كنت أبغاه أنا هل عندنا غرف آآ للش اسمه للأدوات حقتنا لتخزين الجبن مدري يا أخي واخر يعني ماذا الغرف هذه أوكي لتخزين الجبن أو نخليه عفن يعني هنا وش عندنا هنا المطبخ نقدر نحط أوه حلو البيت والله تصدقون يعني عندنا المطبخ نقدر نحط في كل الأدوات اللي تطحن المدريس تصنع كرات اللحم وتصنع مدري إيش وهنا الجبن نحط الجبن هنا عساني يتعفن الدور العلوي غالبا غرف نوم أو غرفة نوم والله غرف نوم أكثر من غرفة عندي غرفة هنا وأقدر أرقد في الجهة الثانية إذا بغيت يعني يو والله واختار رايسي رابغة أوكي بيتنا جدا حلو كويس أن اخترت النوع هذا لأن يفضل أن يكون في غرف كثيرة عشان تقدر توزع فيها الأشياء اللي تصنع لك أكل فالحين ما عندنا لثمانية طلقات ودي أروح أجمع زيادة عشان أتأكد أن معنا فلوس كافي أننا نشتري الأدوات اللازمة الأخرى اللي نصنع فيها كرات لحم والأشياء دي خلو نروح نشوف سعرها أولا أوكي وصلنا عند خوينا ذا هل مثلا أسعارها بتكون معقولة أوكي هنا ما نحتاج ولا شيء ممكن نحتاج الكولر حق اللحم بس مو الحين بعدين القدر نحتاجه نعم بستة وستين ما معنا إلا مية وسبعة سين كمو مين طيب شبعد شبعد والله شوفوا ما أتوقع أن أنا نقدر نشتري صراحة لأن الفلوسنا ما تساعد ودي على طول أروح للإلكتريك هذولي الكهربائيين بس برضو فلوسنا ما تساعد فشكل وقت التجميع ونبدأ بالأشياء البسيط المان واليدوية بعدين نروح للأشياء الكهربائية فوقت تذبيح الغزلان الله يعيني يا أخي والله أتوقع أنهم خلصوا من اللعبة من كثر ما ذبحت اللي قبل شوي مية بالمية خلصوا ذبحت واجد ونقول يا جماعة عدنا إليكم بعد شغل طويل والحمد لله شرينا تقريبا الأغراض اللي نحتاجها خلو نسوي لأونبوكسنج مع بعض وأولا نبدأ بالأداء اللي معنا اللي أوكي هذه اللي تسوي لنا السوسيج خلونا نخليها مثلا هنا أوكي هنا كويس أي هذه المشكلة أنها يدوية فيعني بتتعبنا شوي صراحة لش نحطها هنا في المطبخ لش ما نحطها هنا مثلا لأن البيت حرفيا ما في اللي أنا فعادي خلوه في نص الطريق نجي للشي الثاني اللي هي الأداء الثاني هذه تسوي سوسيج هذه المفروضة أنها تفرم اللحم هذه فرامة بس إنها يدوية برضو يعني الوضع عندنا ترى سيء صراحة طفرة يعني شينا شوي وبرضو شريت هذه حافظات الطعام أو حافظات اللحم عشان برضو إذا ذبحت حيوانات أحط فيها اللحم فهمتم الفكرة عشان ما تسوي لنا زحمة في الحوض حق السيارة وبرضو عشان بعدين ننقل فيها كرات اللحم والأشياء هذه خلونا الحين نبدأ عندنا هنا في الصندوق هذا توقع تسع لحوم فبنجرب عليها لأني حرفين نسيت طريقة الطبخ أو تكوين أو صناعة الأشياء فنقول بسم الله نأخذ لنا لحمة ونحطها هنا لا 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 أولا خلونا نحط القدر هنا أوكي نأخذ اللحمة هذه ونقول دقيقة أتوقع أنه باقي في آلة في شي لازم يسوي لنا كرات اللحم وكرات اللحم نحطها هنا بعدين نفرمها صح؟ ولا لأن نشوفه وأخذ لحم ما أقدر أحطه هنا ليه يا أخي نسيت طيب يروع بعد بحثين مطول اكتشفت حاجة أولا ما نقدر شو اسمه نسوي جرايند أو نفرم لحم مهبلنا يعني لحم الصيد اللي نصيده ما أتوقع أننا نقدر لأني حاولت كثير موراضي بحثت قبل شوي قالوا لازم أن يكون لحمك أنت هذا ودي أذبحه بس أحسه لسه ما وصل للحجم المناسب وهذه لسه مدري هل هي حامل ولا لا ما أعرف صراحة يعني فيه كرشة صغيرة بس ما أدري يمكن من الأكل الزيت فالخطة يا ربع أننا بنذبح هذا أوكي لكن أنا عارف أنه لسه ما وصل للحجم الكبير لكن أبقى اختبر النظرية حقتهم اللي يقولون ما تأخذ إلا أقول له اللحم ما تأخذ أو ما تقدر تفرم إلا اللحم الخاص فيك فخلونا نقول بسم الله على بركة الله ونروح نجرب طبعا فللنا اللحم كامل فخلاص مع أن نقدر نأخذ أي لحم ثاني خلونا نروح الحين نجرب يوالله لو ما تضبط الطريق بسم الله واحدة بوتين أي والله صادقين ليه والله طريقة غبية الصراحة يعني وهذا نسوي كذا والمفروض أنه يطلعنا الحين سوسيج يب أوكي طريقة تطول الصراحة يعني بس أنه هذا الموجود خلونا نطلع اللحم ذا الوايلد لأنه ما عن نحتاجه صراحة نبيعه بعدين بس منه ما نقدر نسويه القرايند أتوقع بالمان والما نقدر لكن بهذيك الأوتماتيكي الثاني نقدر ما ليش والله إذا بحنا زوجك بس آد نحتاج اللحم الآن السؤال الأهم ما رح نشيكنا المطعم وشيبون بالضبط فوش رايكم نروح نشيكو نرجع طيب المطعم يبون أوهو يبون تشيكين سوسيج من وين نشوف الطلبات الكريهة أوكي في ناس قالوا لي ترى تقدر تطلع من اللعبة وترجع ويضبط خلونا نشوف بس ما نقدر نسوي سيف هنا لازم نرجع لبيت آه السلام عليكم صباح الخير طبعا ما طلعت من اللعبة ورجعت قلت أنام وأقوم أحسن صراحة عشان يعطينا الأدق النتيجة أدق فنروح للبورجر الحين طيب يبون بيف ميت بول وبورك ميت بول كرات لحم بس ما عندنا بيف للأسف ما عندنا بقر عندنا بس خنزير فيبون كرات لحم من الخنزير فبس نصنع كرات لحم يعني نفرم اللحم وناخذ بس حتى ما يحتاج نصنع السوسيج ومدري إيش فأوكي أوكي خلونا نضبطهم بالطلبات اللي يبونها أنا والبنزين حقي ذا اللي معلق عشان إذا خلص عليه البنزين نقدر نخارجهم فسنا طيب كرات اللحم وضعها سهل جدا تحطها هنا وتجيب القدر وتقول تفضل بعدين تفرهم بس هذه الكرة الأولى وخلصناها لا لا يا أهبل كيف ناخذها تيك برودكت أيوة شوفون كيف فخلونا نجمعهم هنا وخلصنا يا جماعة الخير حطينا هنا 12 وهنا 11 وهذه واحدة وصار 12 و 12 يبقان لوحدهم لا يا غبي نرميها في الصندوق حق السيارة وخلونا ننطلق للمطعم نشوف كم بيجيبونها ذولي 24 قطعة أو كم 25 يا أخي ما ترف تأمس كنت 25 ما عليش يا باب اللاعب فاخر حقنا وهذه آخر قطعة وحطيناها تدرون هذا طبعا قلنا لكم أني ما أقدر أستخدم شوفوا ما أقدر ما أقدر أحطها أدري فكرتهم مرة غريبة فودي أخذها معي وبيعها هناك بس ما في مكان شيب السوسيجر ولا تدروا لا لا خلوا السوسيجر يمكن يرتفع سعري بعدين ولا شي خلونا نروح للمطعم وإن شاء الله أن يطلع لنا السعر كويس الله يا رب الله يا رب بسم الله طبعا بورك ميت بول أيوه ويبون دجاج بس ما عندنا دجاج كم السعر ألف لس قو واو يا عيال من اول والله طبعا اللحم هذا تقولون طيب ما تستيد منه تسوي فيه كرات لحم ولا شي بس احيانا المطعم يطلبون ويلد ميت او اللي هو اللحم حق الحيوانات الهذه البرية غزالة ثانية كني شفت انا شكلي من كثر ما شفت غزلان صرت اتخيلهم لان حرفيا ما كأني شفت هنا بس اختفى مدري الراح عموما ما علينا الحمدلله طلعنا مبلغ كويس وباذن الله اننا نصير نستمر على المبلغ هذا ونشوف كل يوم نصحا نشوف المطعم وش يبون بعدين نجيب نروح نسوي الاكل اللي يبونهم ونبيع بسعر كويس انتي اخبارك مع وفاة القائد ابوكم يعني لا لا ان شاء الله مورا سهلات عموما يا ربع راح ننهي فيديو اليوم هنا اتمنى الفيديو عجبكم لا تسعين تحطوا لايك تسيركم في القناة في الجرسة انبيهات السلام عليكم اشتركوا في القناة